شاركت مصر في إطلاق مسابقة يوني جرين الوطنية لإيجاد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ يأتي ذلك بالتعاون بين مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية الغربية للعلومة التكنولوجيا والاتحاد الأوروبي حيث أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن المشروع يعد نموذجا حقيقيا لشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبحث العلمي لمواجهة تحدي تغير المناخ وطنيا